يا مرحبا بأصدقائي أنا أحمد فاخوري وأريد لهذا الفيديو أن يصل لكل من بيده موبايل فأنا أزعم أنني خبير بمجال الإعلام الحديث والسوشيال ميديا بدأ للأسف اهتمام المشاهد العربي والغربي يتضاءل بما يخص الحرب في غزة هذا ما يعرف بالريتينشن هو أمر طبيعي لأن المشاهد الكارثية تتكرر أكوام من الدمار أشلاء للأطفال تنتشل من تحت التراب مسعفون يتراكضون وبيدهم جثث الأبرياء أب ينوح ويصرخ لفقد أسرته كاملة دماغ المتلقي يصدم ويتألم عنده رؤية هذه المشاهد وهذه المسال المرة الأولى ثم يعتاد التكرار ولا إراديا تتحول المسألة إلى أرقام ترتفع في عواجل الشاشات الحمراء لا يجب أن نقع في فخ الأرقام هذا فخ خطير يجعل دماغك ينصرف عن المأساة الحقيقية لا يا حبيبي هم بشر لكل منهم حكاية وحلم وطموح ولحظات جميلة كل طفل له لعبة مفضلة وأغنية يركص عليها ويضحك أهله الأرقام لا تعلق بالذاكرة وإذا علقت تعلق كفكرة مجردة لا تقوى على التأثير طيب إذا قلت لك قتل في سوريا منذ عام 2011 إلى الآن نصف مليون شخص وتشرد أكثر من سبعة ملايين ما معنى هذا؟ ما الذي تتذكره أيضا من حرب سوريا؟ تتذكر سورة الطفل إيلان الكردي والطفل الآخر في سيارة الإسعاف الذي يغطي عينها تتذكرهم لأنهم أشخاص حقيقيون وليسوا أرقاما تتذكر أيضا محمد الدرة من الانتفاضة الأولى تتذكر مأساة الطفل المغربي ريان الذي علق في البئر لأيام لذا لا يجب أن تتحول مأساتنا إلى أرقام فأطفال غزة ليسوا أرقاما ولم يكونوا كذلك في نظر أحبابهم الأم كانت تركض في المستشفى في غزة وتصرخ ابن أشقر وحليوة وشعر كيرلي حدا شافه إذا وقعنا في الفخ نصبح ورضة للطعن والجدل عندما سئل بايدن عن أعداد القتل المدنيين قال هناك قتل ولست متأكدا من الأرقام ها ها أخذني إلى الأرقام أخذني إلى جدل الأرقام لذا نشر الفرسطينيون أسماء قتلاهم وأسماء شهدائهم بالأسماء الثلاثية والرباعية أنت تريدهم أرطاما كي تقول مات خمسة آلاف لا 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 أربعة ومئتين أريد من كل شخص في غزة أن يحكي لنا قصة عائلة وقصة طفل وقصة شاب حرمته الحرب من حياته الواعدة حرمته من طموحه وحرمته من عائلته لا تعتمد على المراسلين في غزة فليس لديهم سعة الوقت ورفاهيته لكي يصنعوا التقارير الإنسانية الفيتشورز الآن هم يغطون الحرب دقيقة بدقيقة وليس لديهم حتى الوقت الحزن على فقد عائلهم وأحبابهم عائل الدحدوع خير مثال أنت بيدك موبايل صور القصص حملها على الإنترنت احكي لقصتك كل إنسان تعرفه ستبقى أرشيفا وربما يكون هذا الأرشيف دليل إبانا هكذا نفهم العالم أننا بشر مثلهم ولسنا أشباحا أو أكفانا أو مقابر جماعية عندها قد تسمع من به ذرة إنسانية أتمنى أن يصل هذا الفيديو تحت هاشتاغ ليسوا أرقاما موسيقى